موسيقى 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 برحب بيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا شيطان ارعب رسول الاسلام والسؤال من موقع فاتوى اسلام ويب ما هو شرح الحديث قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقرأ في واحد بعد سؤال بيسأل معنا غطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني طبعا الكلام ده حصل في غار حراء لما جبريل ظهر لمحمد وقال له اقرأ ومحمد قال له ما أنا بقرأ فالحديث بيقول غطني حتى بلغ مني الجهد وخلينا نشوف الإجابة بتقول إيه ما سألت عنه جزء من الحديث الصحيحة المتعلق ببدء الوحي إلى النبي وقد شرحه القسطلاني في إرشاد الساري على شرح سهيل بخاري حيث قال فجاءه الملك جبريل فقال اقرأ فقال رسول الله ما أنا بقرأ ما نافية واسمها أنا وخبرها بقرأ أي ما أحسن أن أقرأ يبقى زي ما قلنا كده إن الكلام ده حصل في غار حراء لما جاله جبريل أول حاجة المفوض لو في ملك بيجي من عند ربنا بيقول إيه بيقول السلام عليكم بيسلم الأول تاني حاجة المفوض بيعرفه بنفسه وطبعا جاله هو بيقول كده اللي جاله ده ملك مش ملك والملك جماعة ملوك تفتكروا الملك ده مش من ملوك الجن المهم قاله اقرأ قاله ما أنا بقرأ وأنا هنا عندي سؤال هو جبريل لما كان جايب ليه حاجة يقراها علشان يقوله اقرأ ويقوله التاني أنا مش بعرف أقرأ ولا ما كانش جايب حاجة احنا مش عارفين هو بيقوله اقرأ ايه اقرأ الهوى يعني فالمهم بيقوله ايه أنا مش مش بقرأ يعني بيقوله ما أنا بقرأ فاحنا هنكمل الجواب ونشوف قاله فاخذني جبريل فغطاني ايه ضمني وعصارني حتى بلغ مني الجهد بفتح الجيم والنص بقاي بلغ الغط مني الجهد وبضم الجيم والرفع ايه بلغ الجهد اما بلغه ثم ارسلني فقاله اقرأ قلت ما أنا بقرأ يبقى لما قاله ما أنا بقرأ هذا الملك يعني اللي جاله غطه والغط ده معناه الضم والعصر والملك ده جاي يضمه ويعصره لما قاله اقرأ بيضمه ويعصره يعني بيعقبه يعني هل بدا عقب فيقولك كده غطاني ضمني وعصارني هل يعني كان بيخوف محمد ولا بيطمنه همش عارفين بس الارجح يعني انه كان بيخوفه بدليل اللي احنا هنشوفه بعد شوية ونكمل الإجابة فاخذني فغطاني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما انا بيقرأ فاخذني فغطاني الثالثة حتى بلغ مني الجهد عندما فعل به ذلك ليفرغه عن النظر الى امر الدنيا ويقبل بكليته الى ما يلقى اليه هنا بيقول غطه ثلاث مرات علشان يفرغه عن النظر من امر الدنيا والحقيقة هو مش يعني هو ما عملش كده هو فزعه وخوفه وخلينا نكامل الإجابة من مفاتيح مشكلة المصابع بيقول ايه قال ما انا بيقارئ اي لا احسن الكراءة ولم اتعلم الكراءة كما هو المعتاد في من يقرأ قال فاخذني فغطاني بتجديد الطاء اي عصراني قيل الغط في الاصل المقل في الماء والتغوز فيه على ما في النهاية وغيره ولما كان الغط مما يؤخذ مكان المضغوط استعمل مكان الخنق في بعض الروايات فخنقني يبقى الغط في الاصل يعني لما تيجي تغرق حد وبتحبس نفسه بتخنقه يعني الملك اللي جيل للرسول الاسلام في الغار خنقه وانا عايزك تتخيل مخلوق المفروض جامل عند ربنا قاعد يخنق في محمد ويكرر عملية الخن ايدي ثلاث مرات وخلينا نكامل الإجابة اقول الاصهر في الغط هو العصر اما من جهة البطن او الظهر لكن شدته ربما تضيق النفس فيشابه حالة الخنق فعبر عنه بالخنق وهذا المعلة اولى واخلق وفي شرح مسلم قاله والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في امره باحضار قربه لما يقوله وانما قرره ثلاثة مبالغة في التنبيه ففيه انه ينبغي للمعلم ان يحتاط في تنبيه المتعلم ويأمره لاحتار قلبه وحصل المعنى عصارني عصرا شديدا حتى بلغ مني الجهد بضم الجيم وبالفتح وبالرفع وينسب وقال النوي الجهد يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدالي ورفعها وانا هنا المهم عندي المترتب على الغط او ايه الخنق هل محمد فعلا التفت للمعلم اللي هو قاعد يخنق فيه علشان ياخد باله ويتعلم الحقيقة هو ما التفتش خلص للمعلم هو طالع يجري على خديجة ونشوف رسول الإسلام عمل ايه راح له خديجة خايف مرعوب ومفوض طبعا الملاكة لما تيجي بتدي السلام معاها من ربنا راح ألاقي دسلوني دسلوني زملوني زملوني زي ما تقول المسلمين عارفين الموضوع ده وخلينا نشوف المرجع من السيرة النبوية ابن هشام امتحان خديجة برهان الوحي بيقول عن خديجة رضي الله عنها انها قالت رسول الله اي ابن عم اتستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا جاءك قال نعم قالت فاذجاءك فاخبرني به فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع فقال رسول الله لخديجة يا خديجة اذا جبريل قد جاءني قالت قم يا ابن العم فاجلس على فخد اليسرى قال فقام رسول الله فجلس عليها قالت هل تراق قال نعم قالت فتحول فاجلس عليها فاخدي اليمنى قالت فتحول رسول الله فجلس على فخدها اليمنى قالت هل تراق قال نعم قالت فتحول فاجلس في حجري قالت فتحول رسول الله فجلس في حجرها قالت هل تراق قال نعم قالت فتحسرت وقلقت خمارها ورسول الله جالس في حجرها ثم قالت له هل تراق فقال لا قالت يا ابن عم اسبت وابشر فوالله انه لملك وما هذا بشيطان يبقى أول حاجة من خديجة عملتها عشان تعمل الاختبار الغريب اللي احنا بنشوفه ده وهي ما عرفش ازاي يعني جايبة ان هي خبيرة تفريق بين الشياطين والملايكة عملت الاختبار ده تاني حاجة ايه هلوكت افخسها يعني وصدرها بالموضوع يعني لما يقعد على فخدها الشمال وتقول له انت شايفه يقول لها اه قالت له طب نجرب الفخد اليمين طب مش نافع تروح كشف عن صدرها طيب انا بشوف ان ده طبعا يعني هراء يعني واحد عايز يعرف اللي جاله ملاكه الشيطان ما علاقة الافخاد بالكلام ده وبعدين تروح ايه تحلف له انه ده مش شيطان يعني اللي بنى عليه الاسلام كله شهادة خديجة بافخسها لو هي قالت له ان ده شيطان كان المفروض الموضوع انت ابه ليش اسلام خلاص لكن هي قالت له ده ملك ما قالت لهش ملك يعني هي قالت له ده ملك ابشر ان ده مش شيطان ده ملك طيب الملك ده بيجي يخنق زي ما السائل كان في اول السؤال بيسأل والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين جيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة